السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا حلوين يا أبطال؟ هل أنتم مستعدون للدرس الرابع من الوحدة الرابعة؟ Phonics, that means صوتيات Phonics Number one, listen, استمع, and say, وقل إحنا عندنا أربع حروف طيب عندنا W, X, Y, Z الآن نمبى نعرف صوتيات الأحرف نمبى نعرف صوت الحرف زي حرف W ما نقول W أو ألف لا لو إحنا قلنا أسماء الأحرف ندهان؟ ما نقدر نقرأ الكلمة فإحنا نتعلم صوتيات الحرف W says أي صوتة و و و زي الو العربية و وردة و wolf wolf ذئب تعرفوا الولف؟ لما أحد يقول لكم أو تروحوا مع جدتكم أو جدتكم تسقوا الزرع فتقول لكم جدتكم افتح الولف سكر الولف بس أنت نشديها شوي wolf wolf يعني ذئب 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 حيوان مفترس صح؟ طيب اكس 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 صوتة س فوكس 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 الآن وأني أقول الكلمة فوكس لما مثلا يصر لنا نزرة برد يعني صبنا حمى يصيبنا ارتفاع حرارة التهاب اللوزتين أغلب أغلب العوائل ما تتجه للأدوية الأغلب تستخدم فوكس فوكس الحار فوكس بالانجلش ثعلب فوكس هم حيوان مفترس طيب ياه يو صوتة يه يه يارد 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 زي كلمة ياسمين يارد فناء يعني معناتها برا الأشياء الموجودة خارج المنزل أشجار فناء المنزل هكذا زي سيز زه زه زيبرا 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 معناتها عمار وحشي نمبر ثو تتبع وانسخ و سوطة و سوطة و و سوطة ي زي سوطة ز زيبرا 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 حمار وحشي حمار وحشي يارد 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 فناء فن تايم فن تايم ذات مين وقت المراح وقت المراح وقت المراح ٤ ٤ ٤ ١ ٨ ٢ ٢ � � في هذا الدرس أنتم تستطيعون أن تصدروا أصوات وتكتبوا الأحرف W, X, Y, Z That means you can make the sound and write the letter W, X, Y, and Z وأنتم أيضا تستطيعون أن تعدوا من 10 إلى 100 You can count from 10 to 100 in tens وبذلك وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى أن يكون هذا الفيديو مرة سهل مرة مميز بالنسبة إليكم وأتمنى أنكم استفدتوا جدا ولا تنسوا الاشتراك واللايك إلى اللقاء أصدقائي